أولاً الفيفا بيعتبر البطولة دي مكملة لكاس العالم للأندية بالشكل القديم يعني حتى هتلاقي في اللي هي السجل للأبطال هو خلاص اعتمد حتى أبطال الانتر كونتنينتا اللي هي كانت تلاعب بين فريقين بطل أوروبا وبطل أمريكا جنوبية من الأول خالص من الأول خالص اعتمدهم كأبطال وحطاها في الموقع الرسمي وبيقول إن البطولة دي هي مكملة للبطولة القديمة اللي احنا لسه لعبينها وحققنا فيها البرونزية أربع مرات دي مكملة لها في الفكرة التسلسل لأننا عايزة أعمل بطولة سنوية للأندية بعيداً بفصل تماماً كاس العالم الأندية اللي هي كل أربع سنين دي قصة الوحدة فهنا دي فرصة حقيقية للنادي الأهلي وفرقيته إن هم يكتبوا تاريخ حاجة ما حصلتش مفيش حد بص الجيل الحالي بيقارن بكل الأجيال طبعاً إن في عدد البطولات دوري الأبطال فيه موجود كل ده تحق طب إنت إيه إن إنت ممكن تتميز به اللعيب الحالية داروا يتميزوا به إن إنت توصل النهائي البطولة دي وتلعب ريال مدريد على لقب يعني هو الأغلى بالنسبة لك فهي فكرة حتى بس النطة بتاعت إن إنت تاخد كاسل التحدي دي أو السيمي فاينال تعدي ليه؟ النهائي دي هتبقى ده تاريخ لوحده بالضبط كده هتكتب في سجل هذا الجيل فقط وبعد كان شاء الله بقى الأجيال اللي جاية تكرر هذا الأمر